يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم يا لها من آية في سورة التغاب والله جل وعلا يقول يوم يجمعكم الله القوي سيجمع الأولين والآخرين سيجمع الظلمة والمظلومين سيجمع كل المتكبرين والمتجبرين لينتاقم منهم ويأخذ حق الضعفاء والمغلوبين يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم الجمع يوم التغاب من أسماء يوم القيامة والله جل وعلا أكثر من أسماء يوم القيامة لينتبه العباد إلى تلك المعاني يوم الجمع يوم التغاب يوم القيامة يوم الطامة يوم الصاخة يوم الحاقة يوم القارعة يوم الواقعة يوم الحساب يوم المصير يوم الجزاء يوم البعث يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم وما أدراك ما هذا اليوم يوم يجمعكم ليوم الجمع خاف خاف من يوم ربنا هيجمعك فيه بكل اللي انت عملتهم بكل اللي انت غشتهم بكل اللي انت بيعتلهم بضاعة انت عارف كويس إنها ما كانتش على المواصفات اللي انت قلتها إنها ما كانتش على الميزان اللي كان المفروض تبيع عليه إنها ما كانتش على الحال المرضي عند رب العالمين خاف خاف إن ربنا يجيبك مع الناس اللي انت غشتهم في مهنتك أو في صنعتك ذلك يوم التغاب يوم الغبن يوم الندامة يوم كل الناس فيه نادمون المحس الندمان يقول يا ليتني زد لما يلاقي نفسه صلى على النبي مرة وربنا صلى عليه بها عشرة يوم يقول يا خسارتي ياريتني كنت صليت عشرة عشان ربنا يصلي علي مية يوم لما يلاقي نفسه صلى مية يقول يا ريتني كنت صليت ألف وألف يقول يا ريتني كنت صلى وهكذا نفس الكلام اللي حصل لما سيدنا عبدالله بن عمر وصلوا الحديث بتاع من صلى على جنازة فكان له بها قراط ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل جبل أحد لما سيدنا بن عمر تحرى من صحة الحديث قال كم فرطنا في قراريطة كثيرة دحنا غبنا نفسنا دحنا ضيعنا أجور كثيرة جدا ضيعناها لما لم نعمل تلك الصالحات ونفوز بتلك المكرمات ونحوز تلك الدرجات العاليات المرتفعات عند رب الأرض والسماوات يك أن تأتي يوم القيامة يك أن تأتي يوم القيامة مغبونا يك أن تأتي يوم القيامة فتكون ممن يقولون يا ليتني قدمت لحياتي يك أن تأتي يوم القيامة فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا كأن لم تكون أن تكون ممن لم تبلغهم تلك النذارة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة تشتكي همك لربنا تقول يا ريتني كنت صليت يا ريتني كنت صمت يا ريتني كنت حجيت يا ريتني كنت بريت والدي يا ريتني كنت وصلت أرحامي يا ريتني كنت حسنت أخلاقي يا ريتني كنت تبت من سيئاتي يا ريتني كنت كفرت عن ذنوبي وخطاياي ولكن هيهات ضاعت الفرص ضيعت على نفسك الفرص يا مغبون ضيعت على نفسك فرص الاستزادة من الخيرات وطلب العفو من السيئات انتبه هذا يوم سيأتي كل الناس فيه حسرا فلا تزد من حسرتك شتان بين أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة مجرد أن الشمس اشتدت عليهم لا لا لذلها يقيلوا في الجنة وبين أناس لابد أن يقفوا للحساب بين يدي الله جل وعلا فتزيد حسناتهم على سيئاتهم حتى يدخلوا الجنة وبين أناس زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يبلغهم عفو الله ورحمته ولم يجدوا من شافعين فهم في النار ماكثين إلى أن يأذن رب العالمين هيهات شتان بين الفريقين أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رحمهم واصطفاهم واختارهم واجتباهم وأعلى قدرهم وكتبهم من السعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة